يتكلم عن تحديد إجراءات يجب اتخذها تجاه المفقودين في موسم الحج وبنتكلم من الناسنا وأهلينا اللي عندهم ناس تم فقدهم في موسم الحج وما قدروش انه هما يوصلوا لمعلومات شايف الخبر ازاي وده جزء مهم الحقيقة من نشاط وزارة الخارجية أو الحكومة بشكل عام في متابعة المصريين في الخارج يعني في عدد كبير جدا حتى لو كانوا خرجوا بدون فيه احنا عارفين انه في موسم الحج فيه عدد كبير جدا كان خارج موجود هناك في زيارات او موجود فيه تحركات ماهيتش لا من خلال وزارة التضامن ولا من وزارة الداخلية ولا الحج يعني معظم تقريبا اللي طلعوا في شكل مشروع في البعثات اعتقد ان اغلبهم او كلهم اما رجعوا اما مصائرهم اذا حد جرالوا حاجة او مرض او غيره كان بيبقى معروف المشكل كان في عدد من الناس اللي خرجوا بشكل غير مشروع او في زيارات او في ده ويمكن حتى كان الحقيقة رئيسا مراح يعني السلطات السعودية يعني عملت حساب لدولة المصرية واستجابوا واطلقوا عدد منهم موجودين كان ممنوعين بالقانون هناك يعني فده مهم فكرة وزارة الخرجية ان يعملوا دي ان ايه للناس المفقودة ده مهم اوي في السياق ده يمكن ده جزء من متابعة احوال ومصالح المصرين ويمكن بعض المناسبة كان فيه النهاردة مؤتمر العقد ووزارة الخرجية مؤتمر المصرين في الخارج بشكل عام كان فيه استجابة وكلام مهم على المتابعة وزا حد جراله حاجة برا انه الدولة بتتكفل بيه اعادته او كده فدي كلها نقاط اعتقد مهمة ونقاط فيه ايه اهم المطالب اللي تم ترحها في المؤتمر برضو بقى انا اخد احترام حضرتك يعني انا اصنع هذه النقطة يعني بصي هو الحقيقة المصرين في الخارج على مدى السنوات اللي فاتت كان عندهم جهد كويس قوي يعني بيشتغلوا لصالح الدولة اللي بيواجهوا الحملات عندهم انتماء كبير كان فيه رتبار ترجمة برضو الدولة قدمت لهم حاجات كتيرة تمثيل في الانتخابات تمثيل في المجالس النيابية تمثيل في غيره وزير الخارجية النهاردة كان بتكلم يمكن مبارح قبل المؤتمر كانوا اعلنوا التحالف الدولي التحالف المصري اللي اللي عاملين في الخارج ده تمثيل من كل دول العالم ودي اول خطوة واعتقد انه خطوة مهمة عملوا تكشين ومبارح والنهاردة ممثلين هم نفس الناس دي افكار جيدة في انه ندعم يبقى فيه استثمارات يبقى بنتطلع المؤتمر النهاردة كان فيه جلسات يمكن وزير الخارجية قال انه فيه افكار فيما يتعلق بتسهيلات للناس المصريين كان عندهم بعض العرقيل القنصلية في كندا وانه لازم نعمل الرقمانة ومبقاش فيه اوراق وغيره ونستخدم التكنولوجيا يعني كل دي تسهيلات مهمة ومراعات مصالح المصريين بره يمكن فيها كيفها جوز اعادة المصريين لو حد جراله حاجة الاضافة لانه المصريين لديهم اهداف الاستثمار كان فيه النهاردة ممثلين بانك المركز ممثلين لوزارة الاسكان ممثلين لوزارة العمل انه ازالة المطالب تحقيق المطالب ده جزء قوي من نشاط الحكومة الحقيقة وظاهر في الوقت في الفترة الأخيرة ملف يعني حتى على المستوى فكرة النقطة اللي حريك لما استهدتها في الأول لو فكرة لو حد حصله حاجة بره لقدر الله حاجة حصلت مشكلة قانونية كان زمان يتقالك المواطن المصري محدش بيسأل عليه لا لا اعتقد النهاردة اه لا فيه شغل كبير معمول على فكرة صورة النقطة والمؤتمر الحياة وحتى في الحياة الاتحالف بتاع المصريين في الخارج اللي اتعمل مهم جدا انهم عندهم رغبة انه يضعفوا السياحة عندهم رغبة يعملوا شركات وعندهم رغبة انه يخلوا في ربط بين الجيل التاني والتالت من المصريين اللي تولدوا بره مرتبطين بدا فالحياة عاملين جهد جويس ويستحق التحية فعلا ووزارة الخارجية والهجرة النهاردة بيعملوا هذا المؤتمر نأمل ان يكون تنظيمه على نفس المستوى مطالب الناس ويبقوا الناس ممثلين فيه بشكل كبير يعني إن شاء الله طيب حاجات اللافت للانتباه احنا عندنا يعني عقارات بتوقع احنا كل يوم التاني وفي محافظات مختلفة على فكرة مش في القاهرة بس عنا نسمع في المنوفية النهاردة عقار الساحل في رود الفرج قبل كده كان عقار آخر هيا عندنا